بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة التاسعة والخمسون بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أجمل تحية في هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح حياكم الله وبرك أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء وأن يجعلنا دائما وأبدا من الذين يستمعون القولة فيتبعونا أحسن آمين برك الله فيكم هذا المجتمع عبد الباقي من الدمام يقول متى تكون التمائم منافية لأصل التوحيد ومتى تنافي كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالتمائم هي ما يعلق على الأولاد أو غيرهم من الكتابات تعوذات والحروز والحجب تسمى بأسماء يتقى بها العين والحسد وغير ذلك قد قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له قال عليه الصلاة والسلام من الرقى والتمائم والتولة شرك هذه هي التمائم ينهى عنها لما فيها من تعلق القلب بغير الله عز وجل ولأنه قد يعتقد أنها هي التي تدفع عنه الشر أو تجلب له الخير يكون هذا شركا بالله عز وجل لأنه لا يدفع الشر ولا يأكد الخير إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وتكون شركا أكبر إذا اعتقد أنها هي التي تجلب الخير أو تدفع الشر من دون الله عز وجل وتكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب وأن الله هو الذي يدفع الشر ويجلب الخير لكن يعتقد أنها تسبب له دفع الشر أو دفع أو جلب الخير لا يبدو هذا تكون شركة نصر لأنها ليست في سبب ليست سببا مشروعا إنما هي منهي عنها جسد سؤاله الثاني يقول ما حكم تعليقها إذا كانت من القرآن هذا ما حكم الخلاف بين العلماء إذا كان المعلق من غير القرآن وغير الأدعية المشروعة وإنما هو أسماء شياطين أو أسماء مجهولة وغير ذلك من الحروف المقطعة والطلاسم هذه لا شك أنها بالإجماع من خرمة وهي شركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كانت المعلقات من القرآن أو من الأدعية المشروعة قد اختلف العلماء لهم من أجازها نظرا لأنها من القرآن ومن الأدعية المشروعة وقال بذلك بعض الصحابة وفعلة والجمهور على أنها ممنوعة لعموم الأحاديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له تعلق تميمة فقد يشرك وهذا عام عام في ما علق سواء من القرآن أو من غيره ولأن المحذور واحد وهو أن يتعلق القلب بها ويعتقد أنها تنفع وتضف ولأن في تعليق القرآن عرة أو تعريض له للامتهان قد يعلق على صبي لا يتحرز من النجاسة أو على امرأة تدخل تدخل بها دورة المياه وهي لا تدري أو الرجل حتى يغفل أيضا تعرض للإهانة بناء على ذلك حرم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن وهذا هو الراجح نعم يقول لماذا يلجأ بعض الناس إلى هذه التمائم إضافة الإيمان إضافة التوكل على الله سبحانه وتعالى سؤاله الأخير يقول بماذا توجهون الأخوة باستخدام البدائل الشرعية نوجههم باستعمال الأوراج الشرعية في الصباح والمساء وتلاوة القرآن هذا يغني عن التمائم نعم أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم أنتقل إلى هذه الرسالة من أم أحمد من العراق وتقول أنها مستمعة دائمة إلى البرنامج جزاكم الله خير الجزاء أتسأل عن حكم الإجهاب للحمل الذي يبلغ ثلاثة شهور ونصف تقريبا الإجهاب لا يجوز إلا إذا خشي من بقائه على حياة الأم فإذا قضر الأطبع الثقات أن بقائه فيه خطر على حياة الأم فحينا إذن يجوز إجهابه إذا لم يكن مفقت فيه الروح ولم يبلغ أربعة شهر فيجوز إجهابه سفاضا على صحة الأم وهل نفساق هذا الحال؟ إذا كان إسطاط الحمل لواحد ثمانين يوم فأكثر فإنها الدم الذي يأتيها بعده يكون نفاشا وأما إذا كان لم يبلغ ثمانين يوم فإنه يكون نزيفا وليس نفاشا لا تدعو من أجله الصلاة والصياة سؤالها الآخر أم محمد تقول شخص توقفي وعمره خمسة عشر سنة غير مفتلم فهل هو مرفوع عنه القلم استنادا إلى قول الرسول الكريم رفع القلم عن ثلاثة؟ نعم إذا كان لم يبلغ البلوغ يحصل بعلامات منها الاحتلام ومنها انبات الشعر حول القبل الخشن انبات الشعر الخشن حول القبل والدبر ومنها انبات اللحية والشارب وكذلك بلوغ خمسة عشرة سنة إذا لم يحصل به علامة قبل ذلك فإذا كان مات قبل أن تحصل فيه علامة من علامات البلوغ فهو مرفوع عنه القلم نعم تسأل تقول هل يؤدي الحسد قصدها العين إلى الموت؟ نعم قد يؤدي إلى الموت الإصابة بالعين خطيرة يحصل بها المرض ويحصل بها أنواع من الآفات وقد يحصل بها الموت نعم أحسن الله إليكم أنتقل إلى رسالة أم عبد الرحمن من واضي الدواسل فتسأل عن حكم تبييت النية من الليل لصيام الأثنين والخميس وكذلك بعض أيام النفل حفظكم الله نعم تبييت النية من الليل في صوم النفل أتم وأكمل يجي أن يمر عليه كل الوقت وهو ينوي الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن لو أنه أصبح غير صائم نفلا ولم يأكل ولم يشرب مبداله أن يصوم له أن ينوي من النهار نعم بارك الله فيكم هذه السائلة ابنتكم أم علي من الرياض تقول حفظكم الله نرجو من فضيلة الشيخ توضيح رقص السفر بالنسبة للمسافر لثلاثة أيام رقص السفر قال تعالى أليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم لذين كفر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين يخرج إلى أن يرجع بأسفاره عليه الصلاة والسلام وكذلك من رقص السفر الإفطار قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر لما أوجب الصيام قال شهر رمضان الذي منزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر فإن سافر له أن يفتر في رمضان رخص الله له في ذلك لأجل الرفق به يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العسر وكذلك من رخص السفر أنه يمسح على الخفين إذا كان لابسا لهما ثلاثة أيام بلياليها هذا من رخص السفر نعم نعم بارك الله فيكم وثابقكم الله هذا السؤال الثاني من الأخت تقول سافرنا يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى الدمام ولم نصل هناك إلا بعد صلاة العشاء فقمنا بقصر وجمع الصلاتين المغرب والعشاء في وقت واحد عند تقريب الساعة العاشرة فتمحكم عملنا هذا إذا كان الدمام بلدكم تستقرون فيه فليس لكم القصر ولا جمع لوصلتم لابد من الإتمام كل صلاة في وقتها أما إذا كان الدمام ليس بلد ليس بلدكم بلد الإقامة الدائمة وإلا ما تريدون أن تقيموا فيه مدة يسيرة ثلاثة أربعة يام فأقم فلكم القصر ولكم الجمع لأنكم ما زلتم مسافرين ولكن إذا كنتم تسمعون الآذان حولكم مساجد فلا يجوز لكم أن تصلوا في البيوت بخجة لكم تقصرون تجمع بل يجب عليكم صلاة مع الجماعة حضور المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النباء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس خجة أنهم مسافرون يسمعون الأذان والمسجد بجوارهم ولا يحضرون هؤلاء يتركوا واجبا وهو إجابة المؤذن والحضور صلاة الجماعة نعم برك الله فيكم هذه أحد الأخوات تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بعد الأذان الثاني يوم الجمعة أو تنتظر حتى يفرغ الحقيب من الخطبة المرأة تصلي إلى دخل الوقت وإذا دخل وقت الظهر يوم الجمعة وغير يوم الجمعة إذا دخل الوقت فإنها تصلي ولا تنتظر حتى يصلي الرجال أو يصلون الجماعة في المساجد لا تنتظر بل تبادر بالصلاة نعم أحسن الله عليكم مبارك الله فيكم فضيلة الشيخ صالح هذا السائل يسأل يقول ما حكم التسوية في الصفوف هل هي واجبة ومن لم يفعل ذلك فما حكم صلاته تسوية في الصفوف واجبة قال صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجودكم كان صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف ويعتني بذلك ويخف عليه فتسوية الصفوف في الصلاة واجبة نعم أيضا يسأل بارك الله فيكم يقول الذي يأتي مبكرا ثم يسلي خلف الصفوف حتى يترى فإذا أقيمت الصلاة صار في الصف المؤخر هل له أجل الصف الأول؟ لا إذا تأخر عن الصف الأول وجلس في آخر المسجد فهذا حرمان حرمان جاء مبكرا فليتقدم ويكون في الصف الأول هذا أفضل له لا يتأخر ويجلس ويكون في آخر الصفوف لا يسأل يقول إذن ما حكم التحجي في الصف الأول وحج الأمكنة حج الأمكنة إذا كان لحاجة بأن يذهب يتغضى أو حاجة خفيفة ثم يرجع فلا بسا أن يحمي مكانه بشيء حتى يأتي أما إذا كان يحجز الصف ويذهب لينام أو لأشغاله الدنيوية ثم يأتي متأخرا وقد حجز الصف عن السابقين إلى الصلاة هذا حرام ولا يجوز له ذلك سؤاله الأخير بارك الله فيكم يسأل يقول ما حكم صلاة الفرد منفردا خلف الصف بعد مدود آخرين قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة ألا يجد للإنسان أن يصلي منفردا خلف الصف لابد إما أن يدخل في الصف إن وجد له مكانا أو عن يمين الإمام وإن كان يعلم أنه سيأتي من يصف معه فإنه ينتظر ما نعم برك الله فيكم هذا أحد الإخوة يقول ما حكم الوصية وماذا نكتب فيها ومصيغتها الوصية مستحبة أن يصيب شيء من ماله الوصية على قسمين صية واجبة هي أن يصيب ما له وما عليه من الحقوق والديون وما عليه من الديون والحقوق يصيب ذلك لأن لا يبقى في ذمته بعد موته هذا واجب قال صلى الله عليه وسلم ما حق إمر المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه والنوع الثاني وصية مستحبة وهي أن يصي بشيء من ماله إذا كان عنده مال كثير فيستحب له أن يصي بشيء من ماله لحدود الثلث فأقل يصرف بوجوه الخير نعم الوصية الشفهية هل لا تعتمد لابد من إثباتها في المحكمة وإصدار سق شرعي فيها فإنها لا تثبت إلا إذا أشهد عليها شاهدين فإن الشاهدين يلهبان إلى القاضي ويثبتان عند القاضي شاهدتهما لهذه الوصية نعم منبلغ الوصية إلى المرأة أو إلى الطفل الذي لم يبلغ هل تعتمد؟ الراجع إلى القضاء ولكن لابد من شاهدين عدلين نعم بارك الله فيكم وعسابكم الله ننتقل إلى رسالة من الأخ صالح الحويطي من منطقة تابوك يقول أوصل نبي صلى الله عليه وسلم رجل عندما سأله الوصية بقوله قل آمنت بالله ثم اشتقد ما الأمور المعين على الاستقامة لذلكم الله خير الجزاء الاستقامة هل طاعت الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تابع معك فاستقيموا إليه واستغفروه ومن أحسنوا وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم قال سبحانه أنها لا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السولة وتبرق بكم فالاستقامة هي الاعتدال بين الغلو وبين الجفاء هي الاستقامة هي الاعتدال في الدين بين الغلو فيه والزيادة وبين الجفاء والنقص منه فالمسلم مأمور بالاستقامة على دين الله عز وجل من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزلوا عليهم الملائف فالاستقامة أمرها عظيم وهي المطلوبة من المسلم لا يكون غاليا ومتشددا في دينه ولا يكون جافيا ومتساهلا في دينه وذلك بأن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والرسول صلى الله عليه وسلم كان مستقيما كما أمره الله ليس غاليا ولا جافيا عليه الصلاة والسلام أحسن الله أحسن الله ليكم أيضا يسأل لك الصارح الحويطي يقول طلبت مني امرأة أن أرقيها ولكني كرحت ذلك فما حكم عملي ذلك لأنني أكره أن أقرأ على المرأة وكيف أيضا تطيمون هذه القراءات والرقعة الشرعية التي نسمع بيتيها من بعض المشايخ لا شك أن أنك قد اختطت دينك وعرضك كون الإنسان يتجنب ما فيه فتنة وما فيه شر أحسن له ولكن رقيت الرجل على المرأة الرقعة الشرعية إذا كانت بحضور وليها حضور محرمها من غير خلوة ومن غير أن يمس الراقي منها شيئا إنما يرقيها وهي محجبة ولا يمس منها شيئا بيده ولا يخلو بها فلا بس بذلك للحاجة أحسن الله إليكم مبارك الله فيكم الأخ بهتس إسماعيل محمود مقيم في المملكة يقول ما حكم أن يقتل الشخص نفسه سبعا بانتحار أو غيره الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقتلوا نفسه يكونوا في النور قال صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه هو يتردى في جهنم ومن قتله قتل نفسه بسم سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها قال صلى الله عليه وسلم من طعن نفسه بحديدة فمات أو وجع نفسه فحديدته بيده يجعو بها نفسه في نار جهنم لا يجد للإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت في الحالة لا يقتل نفسه ولا ينتحر كما يسمون الوقت الحاضر المؤمن يصبر ولا يقتل نفسه أبدا لا أحسن الله ليكم وبرك الله فيكم أنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها محمد تاج الدين سوداني مقيم في المملكة يقول أنا دائم في أشد الحزن والهم ومن مشكلات الحياة وأنا أعاني هذا من فترة طويلة لماذا تنصحونني جزاكم الله خير الجزعة ننصحك بالصبر توكل على الله عز وجل وانتظار الفرج وننصحك بالدعاء تدعو الله سبحانه أن يفرج همك وأن يضيق وأن يسهل أمرك وأن يزيل شدتك ويفرج ضيقتك تعتمد على الله وتوكل عليه وتكثر من الدعاء وتعمل الأسباب النافعة التي تخرجك من هذه الحالة أيضا يسأل يقول هل المشي على النجاسة ها تفسد الطهارة لا تفسد الطهارة بمعنى أنها تبطل الوضوء ولكن إذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها فإنه يتنجس الطرف الذي مس به النجاسة الرطبة يتنجس فيغسله نعم يقول ما حكم صلاة سنن الرواتب حبيبكم الله سنن مؤكد الرواتب مع الفرع أكعتاني قبل الفجر وهي آكد الرواتب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سهرا ركعتاني قبل الظهر وركعتاني بعدها أو أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها هذا أطول وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العشاء نعم بارك الله فيكم سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول يسأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة هل تكون بعد الانصراف من الصلاة أم متى ساعة الإجابة يوم الجمعة ثابتة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها في أي جزء من يوم الجمعة هي محتملة من أول اليوم إلى آخره والحكمة لذلك الله أعلم من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم ولكن العلماء تحرواها لهم فيها أقوال في تحديدها أشهرها قولا القول الأول أنها من حين يجبس الإمام على المنبر إلى أن تقلص صلاة والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أنها في آخر يوم الجمعة في آخر يوم الجمعة قبل غروب الشمس وهي جمن يسير قليل نعم بارك الله فيكم انتقل إلى هذه الرسالة التي بعثها الأخ الصديق يقول محمد صديق سداني مقيم في منطقة الرياض يقول في حج الماضي سعيك بين الصفا والمرو أربعة عشر شوطا فما حكم عملي هذا عملك هذا السعي صحيح ويكفي منه سبعة شواط والباقي جيادة الباقي جيادة لا حكم لها بارك الله فيكم واثابكم الله يسأل ناصر المالك من الطائف يقول بعض المسادب في صلاة الجمعة لا تفرق بين الأذانين إلا خمس دقائق فإذا أتيت قبل الأذان الأول فهل لي أن أصلي الراتق أم أنتظر حتى يؤذن المؤذن الأذان الأول فأقوم وأصليها قرن الأذانين والجمعة لزمن يسير هذا لا يجعل للأذان الأول قيمة لا بد أن يكون بين الأذانين فترة تمكن الناس من التهيئ والذهاب للجمعة فإن الأذان الأول إنما جعل لتنبيه الناس من أجل أن يتاهبوا للذهاب لصلاة الجمعة ويكون هناك فترة تمكنون فيها من الذهاب والاستعداد والتهيئ لا يقل تقل الفترة على نصف ساعة هذا أكثر أما أن يجعل الأذان الأول قرينا للأذان الثاني ليس بينهما إلا دقائق فهذا يذهب الفائدة من الأذان الأول والصلاة صلي لا تتوقف عن الصلاة حتى يحضر الإمام إذا أردت أن تصلي نوافل فصلي ما تيسر لك عبد الرحمن من الطائف يقول إذا أتى مسافر ولحق بجماعة في المسجد صلون وهم متلمون وأدرك معهم الركعة الثالثة والرابعة فهذا يسلم معهم أم يقوم بعد السلام ليأتي بالركعتين الأولتين إذاكم الله خيرا لا يجوز له أن يسلم من الرابعة يسلم معهم بل عليه أن يتم الصلاة أربعة إذا سلم قام وأتى بركعتين مع الركعتين التي يدركهما مع الجماعة لكتم صلاته أربعة ولا يقصر من يتم بمقيم فإنه يلزمه الإتمام أو يتم بمن يتم الصلاة يلزمه الإتمام تبعا الإمام هذا هو الصنة برك الله فيكم إذا قام الإمام بعد الرتعة الرابعة ناسيا وأدى رتعة الخامسة وهناك من يعلم أنها الخامسة ولكن لم يتنبه الإمام وهل يبقى المأموم في تشاهده أو في يجلس أم يستمر مع الإمام في هذه الحالة إذا قام الإمام لركعة زائدة وهناك من المأمومين من يعلم أنها زائدة يجب عليه التنبيه بأن يقول سبحان الله سبحان الله فإذا لم يرجع الإمام فإنه يبقى هو جالسا لا يقوم معه ويعلم أنها زائدة فإن شاء أتى بالتشاهد الأخير وسلم لنفسه وإن شاء أتى بالتشاهد الأخير وانتظر حتى يسلم مع الإمام نعم أحسن الله إليكم ناصر صاح الزهراني من الجبال بعث بسؤالين أو بثلاثة يقول إذا كان المسجد وقت الصلاة مزدحنا بين المصلين فهل نقف بجانب الإمام من الجهة اليمنى أم ننقسم جزء عن يمينه والآخر عن يسار الإمام يجوز أن تنقسم عن يمينه ويساره والأفضل أن تكونوا كلكم عن يمينه نعم أحسن الله إليكم وبرك الله فيكم وفي عينكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا أيها الإخوة الأخواتي لهنا وناتي إلى اختام هذه الحلقة من برنامج مور على الدر وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء قارك الله بما سمعنا ونسأ الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء قادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته